بدأت فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي اليوم وتستمر حتى الجمعة بمشاركة رجال أعمال وشخصيات رفعة المستوى من مختلف الدول لمناقشة القضايا الاقتصادية التي تؤرق العالم ويستضيف المنتدى سنويا قيادات مهمة في مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية ويناقش معظم القضايا الشائكة في العالم وتشهد الدورة الثامنة والأربعون حضور ثلاثمائة وأربعين شخصية سياسية مهمة بينهم سبعون رئيس دولة وحكومة وثمانية وثلاثون رئيس منظمة دولية حيث من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء حيدر العباد كلمة أمام المشاركين بالمؤتمر